موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جمهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف النهاردة ان شاء الله حلقتنا نتكلم فيها عن الشاميونز ليج عودة أبطال دوري أوروبا مباريات كبيرة جدا مباريات نائرية هنتكلم طبعا عن ريال مدريد باريس سان جرمان نتكلم على الانتر أمام ليفر بول وكمان ان شاء الله هنتكلم على الدوري الإنجليزي تفاعلات الدوري الإنجليزي والصراع نقدر نقول دلوقتي الصراع يعني الصناعي طبعا المان سيتي بيحاول بكل الطرق أنه يحافظ على فر النقاط الكبير ما بينه ما بين أقرب منافسيه كمان ليفر بول يسعى جاهدا للحاق بي المان سيتي وحنتكلم كمان عن المان يونايتد اللي بيبتعد كثيرا عن المقدمة وبعض المشاكل اللي بتدور هناك في فريق المان يونايتد لكن كمان خلينا نتكلم قبل ما نبدأ حلقتنا عايز أقول لحضراتكم من 17 سنة زي النهاردة رحل أسطورة من أساطير النادي الأهل واحد تقدر تقول أنه هو معجون في حب الكيان الكابتن الراحل الكابتن العظيم سابت البطل كابتن سابت البطل من 17 سنة رحل عن عالمنا ولكن يبقى في قلوب كل أهلاوي مش هقول كل أهلاوي لكن كل المصريين باختلاف الانتنماء على سبيل المثال نتكلم على راجل عاش حياته في النادي الأهلي مثال للالتزام الرجولة حب الكيان كلاعب على المستوى الدولي كالليه الشرف أننا ألعب مع الكابتن سابت البطل قد إيه كان راجل عظيم قد إيه كان راجل يعني بمعنى الكلمة راجل مواقف وكثير من المواقف اللي مرت على النادي الأهلي وكان كابتن سابت البطل في منصب المدير الإدارة أو المدير الإداري للنادي الأهلي مواقف كثيرة جدا كانت صعبة ولكن كان دايما يحط قدام عينيه مصلحة الكيان مصلحة النادي الأهلي أولا وأخيرا وكمان كابتن سابت البطل كان بيحط مصلحة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي على حسابه هو على حساب صحته لدرجة في أيامه الأخيرة الله يرحمه كان تعبان جدا ويعني كلنا عارفين الصورة اللي هو طبعا كان موجود فيها في استاد التيتش أثناء التدريبات وكان حالته الصحية في أواخر أيامه ولكن يبقى الكابتن سابت البطل أسطورة كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي الله يرحمه يعني بيغيب من 17 سنة عن عالمنا ولكن كابتن سابت البطل دايما في قلوبنا النهاردة إن شاء الله في قناة نادي الأهلي مش ناسين طبعا الكابتن سابت البطل هيكون فيه فيلم وصائقي فيلم تسجيل الساعة 11 بإذن الله باسم الكابتن سابت البطل واسمه سيرة البطل سيرة البطل أكيد الكابتن سابت البطل يعني هيبقى دائما في قلوب كل الأهلوي طيب نبدأ حلقتنا النهاردة يعني كمان عايز أتكلم على نادينا العظيم النادي الأهلي والإنجاز الكبير جدا اللي يعني عمل ولدنا يوم السابت اللي فات بالفوز الكبير على فريق كبير فريق كبير بحجم الهلال السعودي بطل أسيا أفضل الأندية الأسيوية ولكن اصطدم بالروح القتلية اصطدم بروح الفنيلة الحمراء اصطدم بكيان كبير جدا جدا اسمه النادي الأهلي لو تكلمنا على البطولة دي وخاصة المباراة دي هنتكلم كتير جدا جدا لكن أنا عايز أتكلم عن الملخص الملخص الكبير جدا أن هذه البرونزية هي الأغلى في تاريخ النادي الأهلي احنا حصلنا على ثلاث ميداليات برونزية على مستوى كاس العالم للأندية اتنين على التوالي ولكن طبق هذه البرونزية أنا بقول عليها بلون الدهب برونزية النادي الأهلي في كاس العالم في هذه النسخة بلون البرونزية بلون الدهب ليه بلون الدهب؟ لأن أي حد في العالم بيمر بأي فرقة في العالم بتمر بالظروف اللي مر بيها النادي الأهلي في هذه البطولة يعني تقول لو اغتلعنا السادس يبقى كويس لكن النادي الأهلي بروح النادي الأهلي واللي تعلمناه في النادي الأهلي وبروح الفانيلا الحمراء والتكاتب والجماهير نقطة مهمة جدا جدا وجود الجماهير في هذه البطولة يمكن المباراة التانية لظروف احنا كلنا عارفينها يمكن غاب شوية جماهير النادي الاهلي لكن المباراة الاولى المباراة الثالثة والمباراة اللي كان عليها يعني اهتمام كبير جدا جدا لان زي ما بقول لحضراتكم ما بين فرقتين كبار جدا على المستوى الاسيوي بتتكلم على فريق الهلال حدس ولا حرج كلم كمان على النادي الاهلي حدس ولا حرج على المستوى الافريقي كمان دلوقتي احنا بنتكلم النادي الأهلي على المستوى العالمي ليه بتكلم عن المستوى العالمي لأن كمان بطولة كاس العالم للأندية مش احنا بقى أوهان أوهاني رمز اللي بيقول ده كمان من خلال حالاتنا النهاردة هتلاقي طخل المدير الفني لتشيلسي قد ايه مبهور بكاس العالم للأندية تخيل بطل أوروبا وطبعا يعني طخل المدير الفني الكبير مبهور بهذه الأجواء وسعيد جدا بتواجد فرقته في كاس العالم للأندية بما يدل أن هذه البطولة هي بطولة عالمية بكل المقاييس في الصورة قدام حضراتكو الفنتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي اللي كل مرة بيشارك فيها النادي الأهلي لازم يتواج بمديريا ودايما الفنتينو حتى بعد كل بطولة بيقول أن النادي الأهلي هو النادي الأعظم في أفريقيا ودايما مشرف الكرة الأفريقية طبعا زي ما بيقول لحضراتكو الصور اللي شايفينها ديت البرونزية ديت بلون الدهب بنقول لولادنا ألف مبروك بنقول لعبتنا الأبطال ألف مبروك بنقول الجهاز الفني ألف مبروك وبنقول مجلس إدارتنا ألف مبروك وطبعا المبروك الكبيرة كده جده على مستوى جماهير ومحبي النادي الأهلي مبروك يا رجالة مبروك جماهير النادي الأهلي دايما دايما ورا فرقتها دايما بتساند دايما بتآزر دايما بتكون هو الصد والحائط الأول للنادي الأهلي يليه طبعا مجلس الإدارة واللعيبة الرجالة اللي انتوا شايفينهم بداية عالي معلول عالي لطفي بتتكلم محمد شريب كل الأسماء كل الأسماء يعني كلهم أبطال بشكل كبير جدا ياسر إبراهيم صاحب الهدفين وصاحب جايزة أفضل لاعب في المباراة كلهم أبطال وان شاء الله هناخد من دوت وده المهم جدا خلاص وانتوا عارفين النادي الأهلي بيقفل صفحته بسرعة جدا جدا ان شاء الله النادي الأهلي بعد الفوز وبعد الاحتفالية وبعد 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 خلاص بيقفل الصفحة وبيستعد ان شاء الله للنجمة الحداشر بيستعد النادي الأهلي كمان دلوقتي لاخد مباراة أمام الهلال السوداني في أولى مشوار طبعا دور المجموعات في بطولة أفريقيا ان شاء الله بيعستنا هتسافر يوم الأربع المباراة يوم الجمعة زي ما بقول لها حضراتكم اختحدي جديد وحاخد من كلام موسيماني اللي قاله السنة اللي فاتت ان شاء الله النادي الأهلي متواجد كمان في كاس العالم للأندية القادمة ولكن عبر طبعا الوصول للنجمة الحداشر كل ده هنتكلم مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهاردة عن النادي الأهلي وتقلقه في كاس العالم للأندية واستعداداته ان شاء الله للمباراة اللي جاي قبل ما نخش على الصحافة وقالت ايه كالعادة عندنا بعض الأخبار السريعة اللي بنقولها لحضراتكم يعني من خلال المحترف فيه يمكن رومرز او بعض مواقع كتبت عن نجمنا محمد عبد المنعم وبيقول انه هو ممكن يكون حيتوقف المباراة مباراة السنغال القادمة يعني حضراتكم عارفين مباراة السنغال مباراة يعني مهمة جدا لوصول مصر ان شاء الله لكاس العالم القادم بحجة انه خاد انذار في طبعا مباراة النهائية أمام السنغال حصل على الانذار وكان عنده انذار قبل كده بعض الناس تلقى تقول خلاص طالما كده يبقى حيتوقف المباراة مباراة السنغال القادمة طبعا الكلام ده تعاري تماما من صحة يعني طبعا هو حصل على الانذار التاني ولكن تبقى او يقبط توقف في نفس البطولة يعني حيكون هو اول مباراة في تصفيات كاس امم افريقيا 23 حيغيب عنها نجمنا محمد عبد المنعم ولكن حيكون متواجد اكيد في صفوف فرقتنا ان شاء الله يعني ربنا يدي له الصحة ويبعده عن الاصابات حيكون متواجد ان شاء الله باذن الله في المباراة المباراتي الفاصلتين امام المنتخب السنغالي المؤهل لكاس العالم زي ما بقول لحضراتكم الانذارات على نفس البطولة ما ينفعش يكون تصفيات عن مستوى هو خد طبعا في كاس افريقيا وبالتالي لو خد انذار في انذار تاني بيتوقف المباراة اللي بعديها في نفس البطولة اللي هي تصفيات كاس العالم تصفيات افريقيا ل23 لكن على مستوى كاس العالم دي بطولة تانية خالص وتصفيات تانية خالص كل التوفيق لمنتخبنا طيب نروح على المستوى الأوروبي شوية نادي المان سيتي بيجهز عرض كبير عشان يقدمه لنادي بروسيا دورتمون من أجل التعاقد مع النرويجي هالند طبعا مهاجم الفريق الألماني في الموسم المقبل صحيفة آس الأسبانية قالت أن منشستر سيتي هيقدم عرضه بقيمة 80 مليون يورو بالرغم أن في بعض التقارير أو تقرير بتقول أن هالند عنده شرط جزائي في عقده بيسمح له بالرحيل عند روسيا دورتمون الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو أشارت أن منشستر سيتي كمان بيتفوق في صفقة هالند يعني خلي بالكوا هالند العيب يمكن هو دلوقتي رقم واحد في سوق الانتقالات طبعا معه مبابي لكن اعتقاد مبابي خلاص أعتقد وجهته خلاص لريال مدريد لكن يبقى هالند هو الصبقة الأولى في مرقاته القادم مرقاته الصيف منشستر طبعا بنتكلم ريال مدريد بتقدم عرض بتتكلم على المان سيتي بيقدم عرض باريس تانجرمان مهتم بهذا اللاعب ولكن يعني النهاردة اعتقادي المان سيتي هو الأقرب هو الأقرب لضم هذا النجم الكبير على مستوى المرقاته الصيفي في طبعا الصيف القادم يعني كمان كان بارشلونة دخل على الخط شوية في سباء طبعا الحصول على هذا اللاعب لكن من خلال منافس ريال مدريد المان سيتي باريس تانجرمان اعتقد مع الظروف كمان المالية لبارشلونة اعتقد الأمور هتكون صعبة جدا انتقال هالند لبارشلونة والأقرب لغاية دلوقتي طبعا هو المان سيتي طيب لسه عندنا فقرات كتير وعندنا كمان الصحف العالمية بتقول ايه من خلال المحترف يلا نبدأ رحلتنا في الصحافة مع صحيفة مركة الاسبانية اللي ركزت على طبعا لقاء باريس تانجرمان وريال مدريد فيه طبعا من خلال حوار مع النجم المغربي اشرف حكيم كتبت الجريدة على لسان حكيمي نريد ليلة ساحرة في باريس وانا عايز طبعا جنب جوار النجم المغربي الكبير اشرف حكيمي اللي قال فيه ان فريق ريال مدريد في قلبه ومش هيقدر طبعا ينساه وان المباراة المرتقبة بكرة ما بين باريس تانجرمان وريال هتكون صعبة جدا كلنا عارفين طبعا ان حكيمي كان في ريال مدريد بعدها خرج اعارة لبروسيا دورتمون وبعدها راح لفريق الانتر ميلان الايطالي ومنه طبعا عبر بوابة ريال مدريد انتقل الى فريق باريس سانجرمان اللي كان طبعا بلعب بجوار ميسي ونيمار وقال ان تأثير وجود ميسي ونيمار من خلال التدريبات بيحسن من مستوى بالتأكيد قال بالتأكيد التدريب مع سناء كبير في مستوى ميسي ونيمار يجعلني افضل كثيرا انا محظوظ باللعب مع الافضل في العالم الحقيقة ان انا اتعلم واتحسن كل يوم ده طبعا اشرف حكيمي يعني وهو بيقول ان انا كمان بشعر براحة كبيرة جدا جدا هنا في باريس سانجرمان وكما لو كنت في المنزل يعني عند يكلموه كمان عن امبابي بيقولوله ايه رأيك من امبابي حيروح حيقعد قال هو بيرتبطه دائما علاقة صداقة كبيرة جدا جدا بامبابي والحقيقة انه بيتعامل معها بشكل جيد جدا علاقته علاقة رائعة ودايما بيتحدث عن مستقبله مستوى المستقبل المتابيه وده طبعا اشرف حكيمي بيقول هو طبعا قادر في تحديد مستقبله بشكل كبير وهو على علاقة جيدة وده كمان من خلال وجوده في الملعب العلاقة اكتر من ممتاز طيب نروح لجريدة سبورت الاسبانية كمان ركزت على تعادل مبارح برشلونة امام اسبانيول في مباراة قوية جدا اثنين اثنين وكتبت طبعا القديس لوك دي يانج قالت ان رأسية الهولندي في دياس 96 تنتزع لبرشلونة نقطة من الدربي اهتمت كمان باللقاء ريال مدريد وباريس سان جرمان في ذهاب دور 16 من دوري ابطال اوروبا وكتبت كريم بنزيمة ونيمار لا يرغبان في الغياب عن لقاء الابطال لسه في اسبانيا ولسه طبعا مع ايس اللي ركزت على المباراة اللي بقول لحضراتكم مباراة يمكن نهائي مبكر ما بين باريس سان جرمان وريال مدريد وموقف كريم بنزيمة العائد من الاصابة كتبت بنزيمة يرغب في اللعب تحدث الصحيفة كمان عن تعادل برشلونة مع اسبانيول 2-2 في ديربي كاتالونيا بالدوري الاسباني وكتبت ديربي الجنون واهتمت كمان بتقلق انخي الكورية برفقة طبعا اتليتكو مدريد حيث ما اصبح الهداف الاول لهذا الفريق طيب نسيب اسبانيا ونروح لايطاليا اللي بريطانيا قاسف نروح لانجلترا وتحديدا صحيفة زيسان الانجليزية ركزت على غياب طبعا كورت زومة عن لقاء وسط هام ولستر سيتي رغم اجراء الاحماء تحدثت كمان عن هزيمة توتن هام امام وولف هامتون 2-0 في الدوري الانجليزي الممتاز وكتبت كنتي يتخبط يعني كنتي في حال التخبط واضافت على لسان كنتي ان هو بيقول نفتقل نفتقر غريزة القتال من اجل التأهل لدوري افطال اوروبا طيب صحف ايطاليا تحديدا كوريدي لسبورت الايطالية ركزت على فوز الميلان على سامدوريا 1-0 بهدف البرتغالي لياو ويتصدر طبعا ميلا بيتصدر الدوري الايطالي اهتمت الصحيفة كمان بتعادل ليفنتوس واتلانطا واحد واحد في قمة الدوري الايطالي وكتبت دانيالو يونكز يوفنتوس في الوقت الضائع واتلانطا غاضب واليجري وداعا لطبعا الحلم انتر ميلا اقوى صحيفة كمان اهتمت بتعادل روم امام ساسولو 2-2 في نفس الدوري في السيريا في الدوري الايطالي توتو سبورت الايطالية ركزت هذه الصحيفة على تعادل ليفنتوس امام اطلانطا واحد واحد في دوري الايطالي وكتبت حتى اللحظة الاخيرة الصحيفة كمان اهتمت بفوز الميلان على سامدوريا 1-0 وتصدر الميلان للدوري الايطالي وكتبت والان حاولوا الوصول الفقرة الوصول الينا طبعا الميلان فيه طبعا منفسة جديدة جدا جدا مامين الميلان والانتر على صدارة السيريا اه ولكن لغاية دلوقتي الميلان يتصدر الدوري طبعا بعد فوزه على سامدوريا 1-0 زي ما بقول لحضراتكو دي كانت الصحافة لكن عندنا كمان بعد الفاصل اللي هنطلع له سريعا معانا النقد الرياضي محسن لملوم هنتكلم معاه عن انجاز النادي الاهلي وتحقيق البرونزية الثالثة في تاريخه هنتكلم معاه على الدوري الانجليزي هنتكلم كمان على الشاملز ليج مباريات نهارية تنتظر محبي كورت القدم طبعا على رأسها مباراة باريس سان جرمان ريال مدريد ومباراة ليبر بول وانتر ميلا بعد الفاصل أهلا بحضراتكو مرة تانية برحب بحضراتكو وكمان بنرحب بديه في النهاردة في المحترف الناقد الرياضي المتميز محسن لملوم مساء الخير عليك يا محسن مساء الخير يا كبير ألف مبروك وشك حلو لان انا عارب كنت متواجد هناك فيه طبعا في أبو ظبي بتتابع فرقتنا عايزك تنقل إحساسك وانت موجود هناك في الستاد تنقل إحساسك للجماهير لما كانتش عندها فرصة أنها تروح إحساسك أثناء قبل المباراة قبل مباراة الهلال أثناء المباراة وما بعد المباراة يعني بسم الله الرحيم خلينا أقول لها راك التوتالة البطولة بشكل عام طبعا الناس بسبب الظروف كن كلها بيقول خلاص يا النادي الأهلي في البطولة دي بسبب طبعا غيبات الكبيرة ما بين أصابات وما بين المتاجدين مع المنتخب يعني كان مجمل تقريبا وكمان أكملت بأصابة عمار حمدي هناك ومسلماني نفسه أصيب يعني العملية كانت سودة تماما صحيح عشان كده كان الناس قد متقبلة جمهير النادي الأهلي تحديد كان متقبلة أنها تخرج بخفاية حينين من البطولة يعني ما فيش أي مشاكل في كده الظروف حتمت عليك فالموضوع انتهى وحسن أنت فعلت طبعا إدارة النادي لأنها ما تكلمتش كتير في القصة دي لأن المنتخب في مهمة وطنية فما حدش يقدر يتكلم ودي حاجة بنرفع لهم القبعة لذلك ربنا كافئهم والنادي الأهلي يمكن هنقول مثلا خد البورنزية دي السنة نفاته قبل كده في 2006 لكن المرة دي ليه أحلى من كل مرة يعني الأحداث دي خلتها أطعم وألز من أي مرة قبل كده عشان كده يمكن حتى أنا خدت لي عنوان كده بورنزية من مراحل المعاناة لأن تعريبا الناس مثلا بالميرس مثلا اللي هو الحزيمة الوحيدة اللي تلقاها النادي الأهلي موجود قبل البطولة ما تبدأ بخمس ست أيام ومع عسكرين ومجهزين والفرقة عاملة إعداد يعني مستعدة بغض النظر بقى أن أهلي كان حلو في الشرطة الثانية ما كانش حلو بشكل عام يعني من جد واجد فهو كان أكثر إعدادة لكن أنت ظروفك يعني حتمت عليك كده نبدأ بماتش منتيري يعني ماتش منتيري كش حد متوقع بصراحة أي حد من الأهلي يكسب لأن طبعا ظروف الأهلي اللي تكلمنا عنها والكل عارفها كمان منتيري ليه مراتين قبل كاما عن نادي الأهلي منهم الثالث ورابع ومنهم خمس وستس وفي المراتين كسب منتيري مرة ثاني سفر ومرة خمسة واحد يعني منتيري كرة في أمريكا الشامعة برضو وكمان المدير الفني بيعرف الكرة المصرية بزب دي ميزة أجيري مفروض أنه لكن سبحان الله انقلب السحر على السحر وقدر نادي الأهلي يعني يرفع سقف طموحات محبية على الأقل في المرشد عشان كده الناس هجمت في المرشد بالميرس وما بصدش للأحداث أصلا يعني خلاص ما انت ما كسبتش ليه يعني لما هو برضو يا جماعة ماشى ونادي الأهلي وقدروا كل حاجة لكن بصوا لظروف الأول فخسر نادي الأهلي وكان البرزية جميلة لي في المحب نادي الأهلي في المباراة لا خلاص خلينا نتكلم الشوت الثاني في مباراة بالمراس ده شوت أنا في اعتقادي أكتر من رائع شوت على مستوى الانتشار على مستوى الفورس على 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 نادي الأهلي يقدم شوت رائع بصراحة ولكن ليس في الإمكان أفضل من مكان بس ما نلومش حد يعني عشان نقول نقول كل ما لنا وعلينا قطر خيرهم يعني لعبة حتى لعبة الدوليين هو اضطر يشرك مثلا بعض منهم لكن جايين من مسافات طويلة وياريت جايين دير اجتداء من الكاميرون إلى القاهرة ومن القاهرة إلى دبي ومن دبي راحة صعبة جدا يعني وبعدها 48 لعبة كانت بتلعب الحد بالليل التلات بالليل بتلعب يعني وقت دايق جدا فقط ترخرهم يعني عشان بس نتكلم لكن لما جات المباراة الأخيرة يمكن الزاد من من فرحة جمهور الأهلي بالمباراة الأخيرة لأن النادي الهلال طبعا نادي كبير وعريق وزعيم أسيا وزعيم وزعيم طبعا في الكرة السعودية لكن هو قدم عرض رائع جدا قدام تشيلسي الإنجليزي في الضرق قبل النهائي وخسر خسر بشرف زي ما هم قالوا بواحد سفر في حين أن انت ما كنتش قدام تشيلسي وكنت قدام بالميرس وخسرت اتنين سفر هم أسوا على الحتة دي ولكن الجميع تناسى أن ده النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي ده ما الموجودة شخصية النادي الأهلي هي اللي بتفرد نفسها في الأوقات الصعبة هكي لي كده وانت قعد في المدرجات نصف ساعة قبل المباراة كان الحوار ازاي الجماهير كان احساسها ايه احنا عارفين جماهير النادي الأهلي دايما دايما عندها ثقة في لعباتها عندها ثقة في جهازها الفني المباراة دي قال نلا احساسك نصف ساعة قبل المرفق وقبع للنادي الأهلي نفسه على العمل وفي المباراة الملعب ده ملعب النهيان طبعا النادي الوحدة الإماراتي هو أصلا ملحق الوحدة مول مول كبير جدا بتاع النادي الوحدة صحيح فطبعا طبيعا انت قاعد في النادي قاعد في المول فانا قبل المطش يمكن بساعة كده او بساعتين قلت اطلع من المول على الملعب يعني فانت قال من ماشي بصراح بقابل اطبعا جمهور من الهلال لكن جمهور الأهلي احتل المول يعني احتل الاحتلال هلاوي الاطفال الصغارة تقابلها لبسة تيشارتات الستات قبل المبارب ساعة قبل المبارب ساعتين أنا قلت قبل المبارب نص ساعة كده بخش الملعب بخش الان الدنيا سهلة ومع ذلك كانوا عاملين زحمة مرية رهيبة جدا بسبب الجمهور على عكس طبعا بالمراس القصة اللي نعرفينا بتاعته الجمهور دي لكن في مرش الهلال كان جمهور رائد جدا يعني انت ألما انت ماشي انت مش انت مش في أبوظبي انت في قهرة في مصر في أي مدينة مصرية بسبب الجمهور الكتير جدا وكان موجود طبعا بعض من جمهور الأخوة الأشقاء من السعودية لكن طبعا كان بنسبة أقل لما دخلنا الملعب بحكم طبعا إعلامين أو صحفين وكانوا عادين طبعا مع الزمل واخواتنا اللي هم عادين معنا في الفند وبرضو الأخوة السعوديين فكانوا كلهم بنعمل التنذر طبعا وعازين تخسروا كام النهار دا يعني تخسروا مثلا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كفاية يعني طبعا ده شيء جميل روح الدعابة يعني أكيد روح الدعابة طبعا مفيش حاجة لا على عكس هم محترمين برضو بعد المباراة يعني لشأنه كنوا محقين لم يتعرضوا للأهل ولا المصر بأي أساء بالعكس خدوها بالتهريق وعملوا حتى هاشتاج كده زريف جدا اسمه نب الستر يعني عزين الستر بعد رأي جدا تشوف يعني بصراحة ده المباراة دي بعدها اكتشف خف الدم الشعب السعودي يعني وقعدهم أصلا يحفلوا على نفسهم يعني فهم كانوا برضو يعني في روح الدعابة خلاص احنا أم حاجة مع فريق عربي يعني جماعة لأيخد التالي يعني فكلهم كانوا برضو حتى نوع من الدعم اللي هو مجلس التعاون الخليجي يعني تلقهم مع الهلال حتى حتى شكليا يعني يعني مشان قول فهم كان كلهم برضو الهلال واللي عنده الاهلي غيابات هتتباحه وحاجات فجئت محسن وانت قاعد بأول أول ربع ساعة شايف الأداء النادي الأهلي شايف أهداف شايف ضغط شايف شكل أكتر من رائع كان مفاجأة بالنسبة لك البداية أنا والله ما كان مفاجأة بالنسبة للأهلي كان مفاجأة بالنسبة للهلال يعني أنا كنت عارف أنا عارف نادي الأهلي دايما لما العملية يعني بتيجي بالشكل ده أعتقد النادي الأهلي هو أكبر يعني البداية القوية والتركيز والضغط أنا فاهم أكبر فرط الهلال أنا فاهم أنا كنت متوقع النادي الأهلي هيرد في الملعب ده من نادي الأهلي لما الناس تزود عليك كلام ده. أنا بحب الكلام ده على فكرة. تحدي دايما التحدي. الزبط كده. فالحاجات اللي بتستفزك دي يعني فيه قاعدة يعني تخدها من مباردي. لا تستفز الأهلي. بس تحت أي ظروف بقى غيابات لا تستفز. لأن شخصية الأهلي ده الموجودة. والمناسبة قالها جوزيبي سيرو كان موجود معنا. اللي كان مدارب النادي الأهلي. ورح ضرب بورتو البرتغالي. كان قالها لأساس أسامة الشيخ. قاله أنا دربت كتير وقال ليه واندمت أن أنا سبت الأهلي. قاله ليه ما أنت دربت مثلا بورتو أو أندي أكبر من نادي الأهلي. قاله لأن شخصية نادي الأهلي ما لقيتهاش في أي نادي تأخر. بصراحة كلمة عنده حق فيها. لأن شخصية الأهلي هي اللي فرضت نفسها في الملعب. عنده غيابات تخالب. ما فيش شناو مثلا. ما فيش أكرم توفيق. بجانب كمان خلي بالك أنا ألعب كرة وعارف. لما بتكون بعد المباراة الأولى. وكل الطموحات أنك تعدي فريق بالمراس. وتوصل لمباراة النهاية. وتخسر. يحصل إحباط. وتخسر بالشكل ده يعني جنين بهدفين يعني أو خطائين. فتبقى كمان الحالة المعنوية محتاجة أنك تتعدل. النواحي النفسية كانت أعتقد مسيماني يشتغل عليها بشكل أكتر من روع. بجانب طبعا النواحي التكتكية. بس هي الحتة دي مش فيها مسيماني أكتر قوي. زي ما هي شخصية النادي. شخصية النادي إحنا خلاص حتى تلاقي خد بطولة اقفل. وفي بطولة تانية. نان الأهلي جنبارح اقفل في تدريب النهاردة بكرة السفر على السودان. موضوع منتعني في بطولة أخرى يعني. ما بيعودش بقى طول الوقت يحتفل. ده يمكن الخطأ اللقع فيه الأخوة من الهالة اللي هم زودوا كتير. يعني طبعا أدوا عرض رائع جدا قدام تشلسي. ولكن هو طول أنت عندك مباراة أخرى. مباراة للمركز الثلاثة ورابعة. حتى أين كانت المباراة فيه مباراة أخرى خلاص. هو زود في الاحتفال شوية والرجال عملوا جميع بس. حتى على مستوى الإدارة الفنية يمكن جرديم. كمان تلعى ألف المؤتمر الصحفي. إن أنا يعني مديتش النادي الأهلي حقه من الاتمام يعني. كان لسه بيحتفل. طبعا شخصية النادي الأهلي فرضت نفسها من الأول. كان واضح من الأول النادي الأهلي. مش بيهرج. نعم خد البطولة دي قبل كده أو عفوا الميدالية دي قبل كده. مرتين كمان مش مرة. لكن في النهاية وبيلعب لنفسه. عارف لو بيلعب حتى لو المرشد داويت دي وبيلعب لنفسه. لأن السفزاس كان عالي شوية. فأما طبعا الهلال مراحش الملعب. يعني أنا خنو نكون صور حالما. يعني حتى كان فيه لقطتين في المباراة. لازم نصف قدامهم. لما جاء في الآخر إحصائية التشوتس. 14 واحد تقريبا. 14 تصويب الأهلي مقابل تزديدة. تزديدة يعني دي حاجة جريبة جيدة. بعدين في حاجة يعني شر البلات وما يضحك. إديها أنا بصيت في الساعة عشان نعرف الوقت كام. إديها 57 يعني كان لسه باقي أكتر من نصف ساعة. الحكم الفرنسي كان عمل بيحذر حارس الهلال ونلعب بسرعة ما بداعش وقت. والنتيجة كان 3-0. يعني اللي يشوف منظر دا يقول النتيجة 3-0 للهلال. أو على الهلال 1-0 أو اللي هو اللي فايز. فبيحذروا إلعب ما بداعش وقت. والله هو اللي كان بيضاع وقت. فدي يعني إذا كان حتى بيضاع وقت. لكن الحكم هو اللي خد باله. قال له إلعب هاتها في الدقاء 57 اللي يشوفه ماتش. إلعبها يعني بيحذروا لو كررت دا أنا هتطرها نزيرك. هو مين اللي كذبهم؟ فواضح تماما أن الهلال ما راحش الملعب. يعني كرويا ما راحش الملعب. فعشان كده كله سلم بحقية النادي الأهلي. بل بالعكس هو النادي الأهلي. يمكن حتى كان في ناس يقول لك. الهلال تقلق في الموقع تقلق. وحصل المركز الرابع عالميا. فحد يعني قال له لا هو تقلق. فلانه قدر يخسر أربعة مش عشرة. لأنه سير المباراة لا. سير المباراة يحصل. يعني النتيجة تبقى كارثية أكبر من كده خمسة وستة وسبب. يعني تحصل لانه سير المباراة واضح تماما. لكن صحيح. فعشان كده كانت الفرحة مضعفة لدى جمهور النادي الأهلي. لأن البرونزية فعلا من رحم المعاناة. فريق غايب عنه 11-12-13. ما عرفش يمكن 14 داعب. بجموع الغيابات ما بين أصابات وإيقافات والإجهاد كمان. ومع ذلك بيثبت نفسه خاطر المركز ده قبل كده. ما قالش خلاص منه أو على الأل لعب بالسهتر. لا زي ما حرك قلت للإحباط. ممكن كان يتمكن من لعبته وما يكملش. لا فريق جايب. مين كان يقول النادي الأهلي بل ما يخش البطولة دي. هياخذ المركز الثالث. ولا أي حد. ولا جمهور النادي الأهلي قبل أي جمهور. فعشان كده مشارك وربنا كفء. يعني انت نياتك تخير أن انت فضلت المنتخب والنادي الأهلي يلعب كده. عشان كده ربنا كفء وكفء حتى المصريين هناك. لأن الفرحة بصراحة كانت مضاعفة يا كابتن في المباراة. وبعد الملعب بعد المباراة. الشوارع بصراحة ما كنش عارفين أن يمشي فيها بساعة. أنا عايز كمان أخذ رأيك في يمكن كلمة أهلها تخل طبعا تعرف تخل على المباراة. أقول على مستوى المباراة قبل النهاية. ما كانتش متواجد ولكن على مستوى المباراة النهاية كان متواجد. وقال أنه هو سعيد جدا جدا بالأجواء. سعيد جدا بالبطولة ديت. وقال أنه هو بيقابل طبعا فرق مختلفة. أبطال من قرارات مختلفة. وبالتالي في عظم للبطولة دي بشكل كبير. يعني دايما بنقول كده على أساس البعض اللي بيقول أنها بطولة يعني بطولة ودية أو بطولة هامشية أو أو أو. لا أصبح من الواضح جدا على لسان من أفضل مداربين العالم أن بطولة كبيرة وبطولة مميزة. واللي يشوف فرقة تشيلسي أبطال أوروبا وهي بتحتفل بالكاس وبتحارب في الملعب علشان تاخد هذه البطولة. لا يعني دي بطولة بطولة كبيرة. لا بطولة كبيرة هي بس عشان نكون واضحينه وصرح هي بطولة مش كاس العالم هي كاس العالم لأبطال القرارات. صحيح. لكن هو يعيبها هذا النظام. يعني زي ممكن نادر قالي لما تقدم للفيفا بعدة اعتراضات منها أن أنت بتجيب بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية يلعب ماتشو اللي هو قبل النهاية وخلاص. ليه بتظلم بطل أفريقيا وبطل أسيا مثلا؟ ليه وبطل كونككيا؟ ممكن في النسخ القادمة يتم؟ أيوة ما هو التعديل اللي هيتم ده لو تم طبعا هو ما تمش بسبب كورونا كان مفروض بطولة تلعب 24 فريق. هياخد بقى تمانية من 16 فريق. تمانية هياخدهم من أوروبا يعني هيبتدي يوسع بقى ياخد المربع الزهب. وربما يجيش مثلا تشيلسي واخد البطولة على حساب منشسر سيتي وتقود لتشيلسي وتيجي جاي مثلا أوكلاند سيتي. ما هو ما تسويش ده بداية صراحة يعني. فعشان كده ده عوار في البطولة لكن في النهاية يعني البطولة ده في يوم وليام هتكبر وهتتعدل وهيسمى في بداياتها أن النادي الأهلي حصل ثلاث مرات على البرنزية. يعني ما عرفش تشيلسي خدها وأن ريال مدريد خدها أربع مرات. واني مش عارف برشلونة ده يتسمى في التاريخ. مشاركة في الانفيازي البطولة. لقوال أكثر خوضة المباراة 18 مباراة تقطت وكان تساوم عبس 16 لكن اللاعب مباراة وكمان مباراة أخرى. التالت والرابع فبقى 18 مباراة دي أمور الجيد في الأمر أن بيتسو مسماني عاقب المباراة قال سنحارب من أجل الفوز بطولة. أتفركي عشان نيجي تاني أو تالت بقى للبطولة دي لأن طبعا هي بقت لها شغف النادي الأهلي. مش أقول يكسب البطولة لكن هو قادر يصل من المباراة النهائية لو كان في الظروف العادية. أنا أتقدر الشخصي إن لو النادي الأهلي كامل في الظروف العادية كان يقدر يصل. هو معتقد كان النادي الأهلي هتواجد أكيد في المباراة النهائية. محسنة نطلع فاصل سريع بعد الفاصل بقى نرجع على البريميال ليج. ماذا يحدث في البريميال ليج؟ المين سيتي. نتكلم على ليبرفول، تشيلسي، واستهام كل ده بعدكم. أهلا بحضر لكم مرة تانية. محسن بنرحب بك مرة تانية معنا. نكلمنا عن النادي الأهلي وطبعا إنجاز البرونزية. نروح على البريميال ليج. تبتكر دلوقتي أعتقد الجولة الـ 24 أو الـ 25 من البريميال ليج. خلاص بقى التنافس بدل مكان سلاسي ورباعي. أصبح بقى سنائي ما بين المين سيتي والليفربول؟ بالتأكيد بقى سنائي. خلاص تشيلسي شوية بعد ما بين سيتي والليفربول. وأنا كنت شايف إن هي السيتي بنسبة كبيرة. لكن وصول الفارق لتصع النقاط في أسبقية مباراة أو أفضلية مباراة زيادة للسيتي. يعني الليفربول أهل لمباراة. يعني لو افترضنا يكسب فيها يبقى الفارق ستة لصالح السيتي. مع نقول إن الموضوع مش بعيد بقى خلاص كده. ممكن كل شيء وارد في الكورة. بيحصل لكن طبعا سيتي في البرامر ليج بصراحة قصته قصة. يعني حكايته حكاية في البرامر ليج بصراحة. نشايف إنه يعني العملية رغم النية السنائية بصراحة تميل صالح السيتي. يمكن بنسبة 70%. طيب عايزة أكلمك قبل ما نتكلم على النتائي ونتكلم على فرص ليفربول اللحاء بالمين سيتي. عايزة أكلمك أنت شفت إزاي الماتشاط اللي كان فيها اللي كان غايب محمد صلاح وسادي ومانية عن ليفربول. كنت شايف هل الشكل اللي دوم الهجومي كان على نفس المستوى ولا كان فيه تأثير واضح لغياب محمد صلاح ومانية؟ هو على المستوى النتائي كانت كويسة يعني هما كذبوا تقريبا غابوا ست ماتشاط تقريبا يمكن ساديو غاب ماتش زيادة بحكم أنه ما حضرش الماتش بحكم أنه كان بيحتفل طبعا مع بلد وبالفوز في الوقت اللي صلاح هرح لعب ناك. لكن هما حاول انتصارات في الست مقرد تحديدا لصلاح يمكن نتعادلوا مرشو واحد تقريبا في كسر ربطة مع أرسنال لكن ما كانش فيه نواحة جمالية يعني كسبوا 3 واحد وكسبوا 3-0 و2-0 وشعرف 4 واحد حاجات اللي هي كاس الاتحاد والكلام ده لكن ما كانوش حلوة ليفربول ما كانتش موجودة يعني بصراحة يعني فعلا فعلا أفضل لعب ليفربول مش عايز الكلام بصراحة محمد صراح يمكن حتى الناس باين أو من فرحة الجمهور باستقباله في الـ شفت يعني شفت استقباله ازاي يعني كل الناس اتكلمت طبعا على الاستقبال الرائع وعايز اتكلم معك في نقطتين أولا يورجن كلوب فضل ان محمد صلاح يبقى على مقعد البودلاء لغاية الديئة تقريبا 60 دي نمر واحد وشايف ازاي الاحباط اللي كان وصله كمان محمد صلاح شوفنا صور كتيرة جدا محمد صلاح محبط جدا في أول تمرين أو تمرينتين في ليفربول طبعا بطولة كتفرق معهم صلاح جدا لان احنا كلنا بنتكلم في موضوع الكرة الزهبية وان ميسي طبعا هو لعب عظيم ما فيش كلام لكن رجحت كفته اكتر ان هو فاز مع الارجنتين بكوبا امريكا فغياب التتويجات عن صلاح يمكن اللي يأخروته شوية او عطلته في الحتة ان هو ممكن يفوز بلقب فردي يعني ما حققاش عالقابي ممكن الموسم الاخير مع ليفربول او اللي حتى مع منتخفة دي كتفرق معه جدا بصراح وعمل موسم رواع جدا ان شاء الله يقدر يختم بالهداف وبإذن الله ممكن ولما لا يعفق ليفربول يفوز بالبطولة كانت تفرق معا كمان معا كسومة افراقية في خلاص الفيفا بقى وزابست والشعارة في افراقيا كانت طبعا هتفرق معا الموضوع منتهي يعني فطبعا ده بيفسر سبب الحزن اللي كان علي صلاح لاني تفرق معا هو شخصيا وتعامل بقى يرجن كلوب يعني يرجن كلوب بزبط ما جاش بقى ما تعالى بقى النجم المفضل بتاعه لا تعامل معا بشكل انساني ان هو سابه شوية يعني يعني الاهباط يعني عارف يعالجه نفسيا يعني ايه كان براها عليه وبعدين كان ذكاء منه ان هو يشركه في المباراة مش من اولها لما ينزل من اولها ما يحسش بحلوة فرحة الجمهور بعودته نزلوا في الدقيقة ستين زي ما اراك قلت الجمهور استعباله استقبال رائع ومش بس مش بس اللي شفناها على الهوالا كمان الفيديوهات اللي تصربت او اتنشرت على وسائل الميديا من الجمهور نفسه ازاي استقبل صلاح لأكت حاجة رائع جدا طبعا صلاح رقم واحد في ليفربول مش عايزة كلام الحمد لله انا محدش قدري يصل ليه في الترتيب الهدفين ومازال سبتاشر الحمد لله ممكن جوتا هو القرب شوية بقى اتنشهر تقريبا طيب قبل منشوف الهدفين برضو فريق الاعداد لو مجهزينها نتائج نتائج الجولة الخمسة وعشرين من البرميال ليج تعالوا نشوفها مع حضراتك ونشوف ترتيب او نتائج هذه الجولة طبعا المان يونايتد التعادل واحد واحد مع ساوس هانتون شيلسي طبعا لوجوده في كاسر العام الاندية المباراة مؤجلة امام الارسنال ابرتون والفوز على ليتز يونايتد 3-0 واتفورد طبعا هزيمة امام برايتون 2-0 برينتفورد والتعادل السلبي امام كريستر بلس نورس سيتي والهزيمة بالاربع امام المان سيتي نيو كاسل خلينا مع النتائج نيو كاسل 1-0 امام أستون فيلا توتنهام والهزيمة امام وولف هامتون 2-0 وليفر بول والفوز على بيرنلي 1-0 بصعوبة اعتقد هنتكلم على هذه المباراة ليستر سيتي التعادل امام واستهام في مباراة مارتونية ليستر سيتي طبعا كان طبعا اخر 3 مباراة التعادل لمباراة واتهزم اثنين ومباراة مباراة كبيرة جدا ولكن في الداي الأخيرة كمان ليستر طبعا بيفقد نقطتين خلينا نتكلم على مباراة طبعا نتكلم على المان سيتي نتكلم ان المان سيتي خلاص في اعتقادك انه هو بيقرب بنسبة كبيرة جدا للبريمير ليك لانه طبعا هو بيعرف في الدور الإنجليزي يعرف من اين تقل الكتف بصراحة هو بيتعامل معه بعكس طبعا لما نيجي لوقتي الكلام عليها بعكس طبعا أبطال أوروبا هو في وجه نظري عملاق البريمير ليك ولكنه كزم الشامونز ليك دايما عنده مشكلة في الشامونز ليك لكن في البريمير ليك بصراحة ما عدي حتى في المرة دي الهاتريك اللي جابه رحمي ستارلينج حتى نطروا حتى في موضوع في سباقة الهدفين خلت تالت بقى دوقت بعشر أهداف فكل دي مكاسب هو بيجيد استخدامها بصراحة جارديولا حتى بيبدأ حتى في تصرحاته لما الناس حتى تكلمت مع أنه هو هتستمر بقى لك أنا مش هبقى أليسي فرجوسن تاني يعني مش هيقعد ثمانية عشرين سنة ولا ستة عشرين سنة لكن هو في النهاية بيحقق النجاح مع الفرقة يمكن فيه صعوبة عنده في الشامونز ليك لكن سبحان الله في البريمير ليك معدي والغريب والأغرب أنه هو بيلاقي صعوبات في الشامونز ليك من أندية انجلترا مش من حدي تاني يعني فدائما تلاحظ أنه خرج على دي ليفربول ثم سلبها على توتنهام وأخيرا على تشيلسي فهو بيخرج يعني دائما اللي بيخرجوا أندية انجلترا يعني في الجالب بتفوق عليهم في البريمير ليك بشكل كبير ولكن طبعا عنده مشكلة في طبعا الشامبين ليك لأن طبعا يبقى الهدف الأكبر المان سيتي طبعا الفوز بازير بطولة طيب أكيد شفت بيرلي وليفربول طبعا كانت مباراة خارج الديار بالنسبة لليفربول والفوز لا طبعا يعني كويس أنه بيكسب حتى لما رجع لبحمد صلاح طبعا هذا الطبيعي يعني رجعت الانتصار كان عنده شوات ضربات كده يوربين كلاب والفريق بشكل عام لكن هو يعني حسن فعلا هو لحق نفسه كان ممكن أي هزيمة أو تعادل بتبعده تماما لكن هو النهاردة بيصل للنقطة 54 54 و 63 ممكن الفرق 9 نقاط لكن هو عنده مباراة لمباراة لو فاس فيها يقدر يبقى 57 يبقى الفرق 6 نقاط ماتشين الموضوع مش بعيد يعني لسه بقي 9 ماتشات على قل 9 ماتشات في الدور الإنجليزي يعني الموضوع لسه فيه كلام بس بس ليفربول يعمل عليه ويكسب ماتشاته يعني أنا أعتقد وارد وارد أن سيتي يخسر نقاط في الفترة اللي جاء كانت مباراة صعبة حتى على المستوى الفني يمكن يورجون كلوب قال يعني كان حنشوف هو قال إيه بحضراتكم لكن أنا تبعت المباراة كانت مباراة صعبة جدا وكانت أول مباراة أعتقد كمان بيشارك فيها ساد يومانيم من البداية بعد العودة طبعا من النهاية الأفرق يتعالوا مع حضراتكم نشوف يورجون كلوب المدير الفني الليبر بول الأل إيه بعد الفوز بصعوبة واحد سفر على بينر أنا سعيد جدا بطريقة التي لعبنا بها الظرف كان صعبا جدا فقط لو وقفتم على أرض الملعب يمكنكم تصور الوضع كاملا من مكاننا أمام المدرج لم يكن الوضع سيئا لكن داخل أرضية الملعب كان سيئا جدا لأن الأمطار تساقطت من كل الاتجاهات لكن لاعبي تأقلموا مع الوضع خلال كل هذه السنوات تعودوا على كيفية التعامل مع الوضع وفكروا طالما أن المدرب لم يتحدث كثيرا عن الأمر قبل المباراة فعلينا أن نطالب أنفسنا باستغلال الأمر عوضا عن المعاناة بسببه هذا ما يحدث حينما تتواجد لفترة طويلة هنا لذلك المباراة كانت صعبة جدا ربما كان لا يسجل المزيد من الأهداف لليفر بول لو كنت أضعه في مكان داخل الصندوق أو حوله في حالة الكرات الثابتة الهجومية وضعناه في تلك الأماكن مؤخرا ومنذ ذلك الوقت هو يسجل هدف رائع جدا المكان الذي وصلت فيه الكرة لساديو ماني كانت الخطة لكن ليس على ذلك العلو ساديو قام بأقصى ما يمكنه معها رأسية رائعة وكرة مرتدة ومن ثم توقيت ممتاز وفابينو تواجد أول شخص وسجل هدفا رائعا من داخل منطقة الستيار دات محسن تعليقك على يورجين كلاب أكيد هو سعيد بالأداء لكن كمان أعترف أن كانت المباراة صعبة لكن يعني زي ما بنقول ثلاث نقاط مهمة جدا جدا في السباء أو يعني بيحاول يقرب بشكل يعمل عليه أول كان بصراحة يورجين كلاب كان أكثر وقعية في التصريحات وما يتكلم على صعوبة المباراة نفسها فعلا مباراة كانت صعبة بالإضافة طبعا للعامل الأخرى الأمطار والحاجات التي تكلم عنها دي طبعا أمور بتصعب من المباراة لأن الأمور دي لو هنقول على الفرقتين ممكن تخلص تعادل غصب عنك يعني فبالتالي أنت خسرت أنت اللي خسرت أنت عندك سباق مهمة وسباق القمة عشان كده هو كان واقعي ويعني مش عايز أقول بقى لسه في الإمكان أفضل ما كان زي ما حرك قلت أنه بيعمل اللي عليه في سباق القمة اللي هو ما قداموش غير أنه يحقق مكاسب انتظارا لتعصر البطل البطل حمل اللقب والبطل أو المتصدر الحالي في منشستر سيتي اللي هو يعني أعتقد هو خسر المباراة ممكن مباراة واحدة بس ممكن الأمور تتغير طيب كان فيه مباراة قوية تانية ما بين طبعا بتكلم على توتنهام وولفت هامتون مباراة كانت قوية لكن أعتقد كانت مفاجأة طبعا فوز وولفت هامتون 2-0 على توتنهام رأيك إيه وكمان رأيك إيه في مشوار كنتي مع توتنهام لغاية الوقت أنا شايف كنتي بلق كويس حق السلسل المتصارات لكن بقاله 3 مرشات ما بيكسبش دوقت أو تقريبا بيخسر دي ما حصلتوش من أكتر من 10 سنين شايف مشكلة توتنهام سبحان الله هو يعني عاز أقول مش أقول بقى كورونا لأن كورونا كانت هادت الفريق كده فترة لكن تغيير مدربين يمكن لما كان نونو سانتوس وبعدين ميسيك مدرب مؤقت مش متسكر إيه وبعدين كنتي دي أكيد ممكن بيبقى لها على الأقل جزء لكن في وجهة نظر الأكبر عام الأكبر في تراجع مستوى توتنهام هاريكين هاريكين كان بنجوميته وبقدرته الكبيرة كان بيقدر يحاول فريق بأهدافه يعني شوف أنت هو هداف الموسم اللي فات 23 هدف والقبليه منافس أتذكر مسجل خمس أهداف فقط ده موسم سيء جدا هتخال المسجل 23 هدف فوقت الأهداف مسجل خمسة وخلاص بقى تسع مرشات ولا حاجة يعني هتسجل إيه حتى على مستوى الأداء مش هو طبعا هاريكين اللي احنا أعتقد أعتقد السبب فيه مشكل السبب والله أعلم طبعا أنه كان عنده عرض طبعا رائع جدا 100 مليون سترليني في أول الموسم من منشستر سيتي ولحد آخر لحظة كان فيه أخد وعطوا بعدين هم قرروا أن يبقوا عليهم وشيبقوا أعتقد ممكن يكون السبب ده أثر عليه طبعا نسيت يفرق نادي كبير جدا فضروا أبطال حاجة تانية عنده المقامات اللي تقدر تخليه هاريكين ممكن يضيف ليهم ويقدروا يكسبوا تشام زلج اللي هم بيحلاموا بيكلهم وأعتقد حلم برضو الهاريكين فأعتقد النعمة حصل عمله نشوف أسباب الهزيمة من أنطونيو كونتي طبعا المدير الفني لتوتنهام الأي بعد المباراة والهزيمة 2-0 المباراة كانت جيدة الأداء كانت جيدا لأننا صنعنا العديد من الفرص أمام ثاني أفضل فريق في الدفاع بعد بانشستر سيتي بالرغم من ذلك كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل استحوذنا على الكرة لكننا نتحدث عن هزيمة بهدفين دون مقابل بالتأكيد علينا أن نتطور ونعيش مع العدام الثقة لأنه يمكن أن يحدث يمكن أن يحدث هذا سيكون من الجيد أن نتعايش مع الضغط سوف نستمر في العمل إذا تحلينا بالصبر وأردنا العمل وإذا لم يكن لدينا الصبر هذا هو الوضع نحن نعمل بجد مع اللاعبين وفي التزام كبير لكن هذا لا يكفي إنه ليس كافيا إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة فعلينا أن ننتظر ونبني خطوة بخطوة من المهم أن نكون واقعيين أن نتحدث بوضوح شديد محسن طبعا كنت واضح أنه زعلان ما في الشك يعني ثلاث نقاط مهمة جدا جدا مش هنقول في سباق القمة ولكن في رجوع التطنهام تاني للحصول على الأماكن الأوروبية بشكل كبير بالظبط ما هدي اللي هو يمكن صعوبة المنافسة وليس منافسة على الدورية منافسة على الأربع بطاقات التأهل الدورية البطولة الأكبر وكمان مش عايز يصل هو الأوروبا ليج اللي هو المركز الخامس يعني فطبعا بس أنا شايف أنه صعبة جدا لأنه هو المركز التامن هو حتى قال كنت بقى كلم حرك قبل لهواء على موضوع هاركين هو قال أنه عندنا مشاكل في التهديف واعترف بيها فأعتقد المشكلة خلاص تكملت هو الفريق بقى عنده دروب بالسنة دي واضح أنه خلاص مش عايزة من الأربع الكبار ولا حتى الخمس الكبار طبعا عشان نعرف كده ونشوف موقف توت نهام ونشوف موقف الفرق كلها في البريميال ليج بعد يمكن الجولة 25 نشوف ترتيب البريميال ليج بعد الجولة 25 ونشوف كمان صراع القمة وصل لفين المان سيتي طبعا بيتصدر البريميال ليج ب63 النقطة ليفر بول في المركز الثاني ب54 ولكن في مباراة متبقية لطبعا ليفر بول تشيلسي في المركز الثالث ب47 نقطة واستهام المركز الرابع بواحد واستهام بالنسبة لك مفاجأة وجوده في المربع الزهبي طبعا في وجود أندية زي تنهام زي مكشستر نيتت اللي كان في أول الموسم عزز صفوف أعتقد وجود واستهام طبعا الرابع يعني مفاجأة كبيرة لكن المان يونايتد في المركز الخامس ب40 نقطة كمان مفاجأة غير سعيدة طبعا لمحبي المان يونايتد أرسنال في المركز السادس ب36 نقطة وولف هامتون في المركز السابع ب37 نقطة توتنهام في المركز الثامن ب36 نقطة التاسع برايتون 33 العاشر ساوس هامتون ب29 الحداشر لستر سيتي 27 نقطة الاثناشر أستون فيلا ب27 نقطة تلاتاشر كريستل بلس ب26 نقطة المركز الاربع برينتفورد ب24 نقطة الخمستاشر ليتز يونايتد ب23 نقطة الستاشر أفرتون ب22 نقطة وطبعا السبعتاشر نيو كاسل ب21 نقطة برضو حاوف عن نيو كاسل والفوز التالت على التوالي محسن وفي اعتقادي كان كل الناس بتقول نيو كاسل خلاص إلى الشامنشيل لكن واضح أنه فيه عملية إيجابية داخل فريق نفص صناعي نفص صناعي مصدود المركز الـ 18 نورش سيتي وطبعا بيرنلي في المركز الأخير نيو كاسل نيو كاسل لازم بقى موجود السنة لازم منفعش موجود سواء من الأندية كبيرة بس طبعا السنة دي عام برب فهو العالم كله منتظر نيو كاسل العام المقبل الدور اللي جاي فمنفعش يعني بلاها لكم الأخوة في الدور الإنجليزي يعني ما يوقعوش يعني خلوه يبقى عشان كل العالم مستني فمنفعش يضيع حيبان طبعا هال نيو كاسل القادر على الوجود في البريمير ليج السنة وكمان هنشوف من خلال الأسبوع اللي جاي الصراع القوي جدا ما بين طبعا المان سيتي ليفربول نشوف كمان مانشستر يونيتد اللي بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا مع رانكل طبعا المدير الفني الألماني والخلاف مع رونالد وكل ده ان شاء الله خلال الحلقات القادمة مع المحترف هنتابع ولكن بعد الفصل هنتابع التشامل ليج طبعا بطولة أوروبا ومباريات نارية بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية وحديث آخر فقرة النهاردة معنا في المحترف على التشامل ليج محسن بتبدأ ان شاء الله بكرة وبعده دور الستاشر من البطولة الأقوى في العالم بطولة التشامل ليج طبعا أهم مارش بكرة طبعا ريال مدريد وباريسان جرمان دي مش عايزة كلام الزخم اللي فيها يعني بعيد عن التاريخ ما كان يكون بينحز شوية لريال مدريد فوق طفيف ممكن فاز ثلاث مرات باريسان جرمان صف تقريبا فاز مرتين أو فاز مرة وتعادل وتعادل مرتين لكن التاريخ حاجة والمواجهة بكرة دي حاجة تانية يعني يكفي نقولك ان مثلا هتلاقي اربعة من يعني اللي كانوا قبل كده الاكس بتاع ريال مدريد موجودين طبعا راموس هنتكلم عن المباراة دي لكن دور الستاشر انت عارف دور يعني الحسابات خاصة طبعا بعد نهاية دور المجموعات وصعود افضل افضل ستاشر فريق في الشمزي تعالوا مع حضراتكم لو محضرين طبعا مباراة الغد ويوم الاربعة ان شاء الله في دور الستاشر للدوري نشوفها مع حضراتكم عشان نطلع كمان يمكن اقوى المباراة بكرة طبعا الثلاث ان شاء الله سبورت انجليش بونا هلعب المان سيتي البيس جي طبعا مباراة او قمة مرتقبة امام ريال مدريد يوم الاربعة زالسبورج حيقابل باير ميونيخ وطبعا مباراة اخرى من العيارة الفقيل جدا يوم الاربعة وانجمينا الكبير محمد صلاح في مواجهة انتر ميلان خلينا نتكلم على مباراة وطبعا يوم الثلاث طبعا ده لسه فيه باير ريال واليوبانتوس كمان تشيلسي معليل بين فيكا ايكس واتليتكو مدريد مع مانشستر يونيتي كلها مباراة قوية جدا طبعا ولكن في ماتشين ثلاثة نهائي مبكر خلينا نتكلم على مباراة ريال مدريد والبسج طبعا مباراة قوية جدا لو هتحسبها كورة او حسبات المنطق تقولي الافضلية لباريس سان جرمان الافضلية على الورق يعني ليه على الورق مش بقصدش التاريخ مثلا اخر مباراة لباريس سان جرمان في الدور فاز على رين حتى لو في الوقت المتأخد لما بيسجل هدف لكن مثلا هنلاقي ريال مدريد تعادل مع فيا ريال تقريبا 0-0 وقد معارضة سيئ جدا وحتى قال للفارق يعني ريال مدريد على قمة الدور الانجليزي ب54 نقطة وبيليه اشبلية ب50 يعني لو كان على قمة الدور الاسباني لكن في المقابل مثلا باريس سان جرمان فارق بشكل كبير جدا تقريب 59 لكن اعتقد كمان ريال مدريد لكن ريال مدريد في بطولة اوروبا هذا موضوع طويل مختلف ان هو تلاقيه حتى في الدور الانجليزي عفوا في الدور الاسباني كان يخسر يخسر وينفوز بالدور اما قاتلتكو مدريد او الاكسرية كان برشلونة ولكن هو متعمل في دور أبطال اوروبا يعني حتى بتسمي بدأ كان بتسميه دور أبطال مدريد يعني الموضوع ريال مدريد في حتة تانية في البطولة دي شوف هو الأول ب13 لقب والتاني بعده ميلا ب7 بطولات اللي هو ما خده مش من سنة 2005 تقريبا يعني أو 2007 عفوا ميلا اخر بطولة سيما النادي النادي الأهلي اخصتها يأفرقوا هو ريال مدريد في دور أبطال اوروبا يعني يعني نفس الفريق يقابله في الدور الاسباني سبحان الله يكسبه لكن في دور أبطال اوروبا في القصة التانية فتعالن بصنا وينت على الأرقام عندنا طبعا يعني احصائية كده تحليلية ما بين طبعا ريال مدريد وباريستان جرمان مشوار الفريقين في الشامبينز ليج طبعا دور المجموعات عندنا طبعا في دور المجموعات ريال مدريد طبعا عدد المباريات ستة باريستان جرمان تسعة الترتيب طبعا كان تلع الأول باريستان جرمان كان طالع تاني مجموعته النقاط المحصلة لريال مدريد خمستاشر نقطة باريستان جرمان فيه 3 ريال مدريد لم يتعدل وفاس طبعا أو تعادل باريس سانجرمان فيه مباراتين الهزيمة واحد واحد والأهداف ريال مدريد له 14 باريس سانجرمان 13 ريال مدريد عليه 3 باريس سانجرمان عليه 8 يعني ده تقول ممكن يكون فيه شوية عواق دفاعية بالنسبة للبي اس جي وجود راموس فهتكلم على راموس بصفة خاصة طبعا راموس كان ليه تصريح شهير انه هو مش يجي عليه اليوم ويرعب ضد ريال مدريد صحيح انه هو ربنا كرم ومشاهد عبدال مدريد لكن هو يعني مش متواجد طبعا للإصابة لكن تبقى مواجهة قوية جدا طبعا طبعا تتوقع من الآرب للفوس شوف ما انا اقولت الهرك على اللي احنا شايفينه اقولك باريس سانجرمان بس بكل أمانة لكن يعني يبقى الاحترام لريال مدريد في بطولة أوروبا ده موضوع ثاني يعني اذا كسب حتى لما يعني اذا كسب رغم كل المعطيات هي بتقول باريس سانجرمان لكن ريال مدريد لو كسب مش uhimientos yetAPP بيبقى غير في بطولة تعطى بطول ارووبا لكن فريق في ميسي نيمار تعافى من المسابته وهيلعب بابيه متقلق يعني Просто روحي فيه متقلق جدا فلا فرقة فيها كل الناس دة زى البقاء دماريا أشرف حكيمي الحدث والحرك في كل الصفوف بصراحة على الورق هو اللي يكسب يكسب ريال المدريد مش عايزة أقولك كمال رايح جاي لكن إنفاذ ريال مش همقى مستغرب لأنه نوبينكوسين كده موضوع تاني لكن الأفضلية بصراحة على الورق قدر أقول هي طبعا قمة نارية لكن الأفضلية تميل حتى لو قليلا وخلاص خلينا نقول كمان أن أفضلية الهدف خارج أرضك بهدفين مش متواجد بصراحة كان موضوع ظالم بلوقتي فير يعني خلاص برأ أرضك تحسب بأتنين وبعدين كان هي ظلمة في نفسها مثلا أنا كسبان على أرض اتنين واحد وبرأ أخسر اتنين واحد سفر فيقولك هو أفضلية أفضلية من أنت بما أنا على أرض مسجل اتنين وعلى أرض سجل واحد أسجل برأ تبما اتنين واحد يعني أظم كانت هي ظلمة بصراحة كل أندية استفدت منها وتظلمت فيها عشان مصر يكون منصفين حتى الأهل يستفد منها وتظلم منها لكن في الأول في الأخر طب يا شايف خلينا لو شفنا وحاولنا نطبق ده في أفرق هل حيبقى فير انت خلي بالك هناك يعني انت بتاخد أطر و بتروح من باريس بتطلع لألمانيا أو يبقى فير يبقى فير حتبقى فير لو حتى في أفرق حتى في أفرق لأنها يعني أنا كسبت واحد سفر على الأرض والتاني برأ كسب من اتنين واحد تمام هو عدد الأهداف أيا كان يقولك هسو سجل برأ أرضه قدري سجل برأ أرضه جنب اتنين هو على أرضه أنا بسجل واحد هو على أرضه سجل اتنين إزاي في النهاية أكسبه يعني طبع صراحة قصة ظالمة في النهاية القرى ده عادل في القرى ده قرار سقب أتمنى يتطبق في كل البطل تتمنى يتطبق في أفرقيا على مستوى تصفات كاس لأنه حتى ببصت تلاقي فريق جات عادل معك واحد واحد يروح على أرضه فعايز يتعادل سفر سفر ويبقى بطل يعني مثلا أنا متذكر جدا يوم نهاء تشامبزليجي الأفريقي قدام صفاكس التونسي في 2006 لما كان متعادل فقر واحد واحد وكان هو هناك خلاص الدقائق الأخيرة سفر سفر يعني لحد جون أبو تريكا لما تشوفوا المارش دي يعني الحاجات اللي تجننك أنه يبقى بطل هو لم يفوز أصلا صحيح ولا أنت فوزت بس هو ما فازش بالنتيج كان في الآخر واحد واحد أي أن كان موالأهلي برضو صفت منها قبل كده لما مثلا في موضوع التربي لكن من العدل أن يكون خليها أفضلية أهداف يعني توتل الأهداف كان في النهاية ما تقوليش أصل خارج الأرض ودخل الأرض بصراحة قرار رائع جدا أتمنى أنه يتطبع في أفريقي وبداية طبعا من بكرة في الشامزيج أفضلية الهدف خارج الديار بهدفين ملغة تماما ده الفير وده العد تكلمنا على باريس سان جلمان وريل مدريد لكن كمان في مباراة قوية جدا جدا طبعا بنجمنا الكبير محمد صلاح أمام إنتر ميلان نتكلم عليها بعد الفصل أعلم بحضراتكم مرة تانية محسن برحب بيكم مرة تانية قبل أن نتكلم على ليفر بول وماتش الإنتر أكيد ماتش ريال مدريد وبيس جي نجمين كبار جدا ليهم حجم كبير نتكلم على ميسي اللي كان مشوار 15 سنة وديربي كبير جدا الكلاسيكو بين برشلونة وريل مدريد ودلوقتي تواجده مع البيس جي وكريم بن زمن اللي أنا شايف أنه السنة اللي فاتت كان متقلق بشكل كبير جدا بالرغم من شكوك حول لعبه المباراة لكن هو أكد أنه عايز يلعب هالمباراة دا وفعلا هو جوه قائمة الفريق شايف الاتنين إزاي نبدأ بميسي حالته مع باريس سان جرمان ممكن تأهل باريس سان جرمان ويعنده تفوق لو فايق هو عمل الفارق في دور المجمعات قدام منشستر سيتي في الملعب المباراة اللي قمت في البارك دي برينس لما كان حتى متقدم نحو السفر وجاب بون تاني رائع جدا وكان أول هدف سنجيله معهم أهدف ميسي لما تركه وحطاها في البيئات صراحة ألاقي عبرها جدا لو فحالته يقدر يكسب بصراحة فريق باريس سان جرمان لو فحالته لأنه معه نجوم كبار زي نيمار وزيدي ماريا والبقيطة ومبابي يقدر دول يشتتوا دفاع ريال مدريل فيقدر يعمل ده لو فحالته لكن هو طبعا مش مهم قوي الدور الفرنسي مع طبعا تكامل تقديره احترام للفرق يعني الناس بتقوله ما بتقلقش قدامهم مش مهم قوي لكن الكبير يزهر في المباراة الكبرى فأعتقد دي البطولة اللي يمكن في الأساس باريس سان جرمان جايب ميسي عشان ياخدها يعني هو طبعا في مشكلة في العالم كله في العالم القروي منشستر سيتي واريس سان جرمان طبعا كريم بن زيمة طبعا كريم بن زيمة أنا شافه ان هو تحرر أصلا وهو لعب رائع جدا بصراحة حتى من ايام موجود كريسان رون لكن هو تحرر أكتر لما رونالدو راحل عن ريال مدريد يمكن الريال كان عنده شد رباط هو معرفش هو الريال دائما تلاقيه كده في الليجة يبقى ممكن يحسيمها ويأجل حتى لو بيحسيمها لكن هو بصراحة بن زيمة بيقدي الفترة أخيرة بمسارعة جدا المباراة هتبقى زي ما فيه ثقل على دفاع ريال مدريد بسبب تخمة النجوم اللي بيسجي لكن هبقى فيه برضو ثقل على دفاع باريسان جرمان من على الأقل هو كريم بن زيمة فقط طبعا موجود طبعا لو كومدريتش أو البقية النجوم فينيسيوس لكن ده تحديدا بصراحة قناص بمعنى الكلمة بيعرف يختف من أنصف الفرص بيسجل هذا فعشان كده احنا هنشوف مباراة ممتعة جدا يعني بكرة معكمة احترامة طبعا لمباراة تانية بين تقريبا نسيتي وسالسبرج لكن هنشوف انت كل العالم بصراحة هتفرج حتى على مباراة ريال مدريد بقولك كده لانه بترجعنا لأجواء الكلاسي كلها دي ما ممكن تتمنى يبقى موجود راموس عشان حتى اختلف الأدوار كان يبقى شيئر عجل كان نفسنا نشوف راموس لكن كمان راموس مش متواجب طبعا للغياب ده طبعا بعد لقطات من تدريبات البيت جي واستعداده لمباراة كبيرة امام ريال مدريد بكرة شايفين كل اللعيبة شايفين تركيز كمان زي ما بقول هي كانت مباراة اعتقد تستحكم انها تكون مباراة نهاء الشاملز ليج يعني طبعا من كانت اكيد على الستي بنتكلم على ليفر بول لكن على مستوى الطموحات لباريس سان جرمان اعتقد المباراة مهمة جدا 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 الموطعة مضمونة بكرة في المباراة دي مع كامل احترامة طبعا لليشبونة عفوا لكن المباراة دي هي المشاهدة الاعلى والفاز يعني الفاز منها المشاهد بصراحة من اللي هنشوفه من الفرقتين بصراحة عايزين نروح لمحمد صلاح وطبعا مباراة كمان مباراة قوية جدا جدا في ايطاليا امام انتر ميلان شايف انتر ليبر بوليزا المباراة على مستوى الفرقين بيقدموا مستوى رائع في الدوري لكن على مستوى تشاملز ليج شايفر مباراة زي بدون تحايز الافضلية ليبر بول حتى كمان في يعني كان في لبو انزاجي عنده مشكلة في الانزاجي عفوا المدرب بتاع انتر عنده مشكلة انه غايب عنه الدفاعي المدفع الأشهر بتاعه ليساندرو باستوري اللي هو ده غايب طبعا خبارات البديل بتاعه دي ماركو ما عندهش الخبارات دي كلها طبعا ما عندهش الخبارات وهيواجه سادي ومانية ومحمد صلاح وفيرمينو وجوتا والنزي فالله يكون فعون الانتر بكرة اعتقد الليفر بصراحة بعد بكرة عفوا يوم الأربع اعتقد الليفر بول في طريق مفتوح انه ان شاء الله يقدر يكسب المباراة دي العقبة دي يحسم دور السبتاشر من مباراة الزهاب مع ان انتر فريق ليس بالسهل يعني هو انتر فريق وخاصة على ارض وفريق قوي جدا على ارض وفريق قوي جدا وفي سان سيرو بيبقى حاجة تانية وهو حتى في الدور للإيطالي التاني زي الليفر بول ولكن مع أسبقية مباراة للميلان يعني هو يقدر يعني أنا باعتبر هو أول الدور أول الكاليكشون وفرق النط واحدة بس لصالح انت اسي ميلان لكن في مباراة نقصة زيادة عفوا للميلان فالانتر لو لعمل مباراة دي يكسبها يبقى الأول بنقطتين اعتقد الانتر المباراة مش هتكون سهلة لكن غياب بسوريا هو اللي تفرق مع الهجوم بتاع ليفر بول هجوم قوي يعني لو انت جبت سيرت هجوم ليفر بول لويس دياز طبعا الوافد الجديد لعيب البرتغالي القادم ليفر بول قد مباراة أكثر مباراة اللي قبل اللي فاتت لم يشارك مباراة اللي فاتت تفتكر هل ممكن يكون في تغييرات في الجزئية دي يعني سادي ومانية ممكن يلعب يبدأ ويكون دياز بالزبط معتقدش فكر يورجن كلاب ما يعكسش يعني لازم يبقى قوة ضربة بتاعته موجودة ولو احتاج بعد كده يغير لو احتاج يعني اتطمن للنتيجة مثلا يقدر يغير يجرب النتيجة كانت كويسة لكن معتقدش هيجاز في يورجن كلاب مع احترام طبع دياز يعني قولي تتوقع نتيجة المباراة فوز ليفربول أنا متوقع فوز شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ودايما نتعلق معنا ربنا يكرمك شكرا جزيلا شكرا لحضراتك ودي كانت نهاية حلقتنا مع المحترف ان شاء الله نتقابل مع حضراتك الخميس القادم ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف